ساعات في غاية الخطورة في غزة كل ما يحدث من تصعيد من قبل جيش الاحترالي الإسرائيلي واكتياح بري للقطاع ننتقل الآن مع حضراتكم لكلمة منذوب مصر لدى الأمم المتحدة نذهب مباشرة لمتابعة هذه الكلمة صلنا عليه اليوم وبرغم كل الرضا عن مشروع القرار الذي صادر بأغلبية 120 صوت أغلبية لفتا وتؤكد أن الجامعية العامة والعضوية العامة بتساند الحق العربي بتدعو لوقف إطلاق النار بتطلب إدخال المساعدات الإنسانية بترفض التهجير القصري للأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم وعلى أراضيهم وتؤكد مساندة الحق الفلسطيني الأهم هو أنها ليست لحظة الاحتفال الأهم هو الاستمرار بنفس الروح الاستمرار في الدعوة للتنفيذ الاستمرار في تحميل المجتمع الدولي مسؤولياته لا سيما أنه الاجتياح البري بدأ اليوم عدد الضحايا جاوز لسبعة ألاف قبل بدء الاجتياح البري نخشى أنه الأعداد ستتزايد كل التضامن مع الأشقاء الفلسطينيين كل التضامن مع الشعب الفلسطيني الأبي وهو صامد على أرضه يحارب قضياته العديلة بدعم عربي وإسلامي ومن 120 دولة في الأمم المتحدة بنشكر السكرتير العام ونظامة الأمم المتحدة على وجودهم على دورهم الإنساني كل التحية وكل التقدير ونأمل في المزيد نأمل في أنه كل القوة تقرأ النتيجة التصويت بصورة واضحة تلزم سلطة الاحتلال بمسؤولياتها القانون الدولي الإنساني يظل مطبق ومراعب الكامل ما فيش حد فوق القانون الدولي ولا إسرائيل ولا غير إسرائيل ورسالة العالم العربي والرسالة اللي وضعت في محتوى القرار في غاية الاعتدال تخاطب العالم باللغة التي يفهمها رفضنا أكدنا على حماية المدنيين بنرفض الهجوم على المدنيين إلى آخره على النحو اللي حاز على تأييد 120 صوت مش عايزة يعني أكتر بكده هذا ما أوضت أن أقوله وكل الشكر لكل الأشقاء بخلاف العالم العربي والإسلامي من الدول الأخرى كمان التي سندتنا حتى النهاية كل الشكر شكرا جزيلا استمعنا مع حضرتكم لكلمة منذوب مصر دائم في الأمم المتحدة في تأكيد على أن تلتزم إسرائيل بقرارات الجامعية العامة للأمم المتحدة وأن يلزمها المجتمع الدولي بهذا وتحذير مما قد يحدثه الاجتياح البري في غزة من شهداء وضحايا ويعني ما يحدث من اجتماعات سواء في مجلس الأمن أو في الجامعية العامة للأمم المتحدة هذه هي الأليات الدولية التي لا تلتزم بها إسرائيل لأي مدى يحدث هذا القرار العربي في الجامعية العامة للأمم المتحدة الفارق ونتوصل لهدنة في قطاع غزة ده اللي هنعرفه بالتأكيد خلال الساعات القادمة ترجمة نانسي قنقر